اشتركوا في القناة مشيرا الى انه قدم مقترحات حول بدء عمل اللجنة وكان الاتفاق على تشكيل اللجنة ستعيد كتابة الدستور تم خلال مؤتمر السلام السوري الا ان ايران تصر على استغلال الاوضاع الهشة في سوريا وتحاول فرض سيطرتها الكامل على البلاد هذا واكد محللون ان استمرار التدخلات الايرانية في الشأن السوري يعد تدخلا مرفوضا في شأن دولة عربية كانت ايران سببا اساسيا في اشتعال الحرب الاهلية فيها اشتركوا في القناة